موسيقى مساء الخير اللي نعرفه ان الستة الاصيلة هي اللي بتقف مع جزها وقت الشدة هي اللي تبقى معاه على المرة قبل الحلوة لما يتعرض لمشكلة تبقى في ظهره ولما الدنيا تبقى عليه هي اللي تبقى معاه ده الصح اللي بتعمله البيوت المصرية الاصيلة وبتعلمه لبنتها وده بالضبط اللي عملته اسماء مع جزها وكان سبب في مشكلة وكان سببتها الكبيرة طب ايه اللي حصل تعالوا نشوف اسماء بطلقة الصحائية النهاردة بعدها تقول لنا ايه اسمي اسماء وعندي 26 سنة عندي مشكلة كبيرة ومحتاجة حد يعرفني ازاي يجيب حقي ومشكلتي بدأت لما اتجوزت من سنتين وقعت في زوجنا الصاب ما يعرفش ربنا مع انه يبان من شكله اول ما تشوفوه طيب وبن ناس قبل ما اتعرف عليه واتجوزه كنت بشتغل وبكسب كويس كنت بحوش واشتري دهب عشان الدنيا تبقى تمام معايا ومحتاجش حد وكنت ناوية اشتري عربية وكانت حياتي ماشية حلوة جدا لحد ما تعرفت عليه واتخطبنا لما جيت قدم لي قال انه عنده ارض في المؤطن وفيلا وقال انه مهندس الكترونيات بهرني بشخصيته بس والدي كان حاسس ان في حاجة غلط وكان معارض الجوازه دي لكن انا صممت وعشان الموضوع يمشي بسرعة قلت اصبر على العربية شوية عشان اساعد اهلي في مصاريف الجهاز وبعدين صرفت النظر عن العربية خالص قلت الجواز اهم كنت فاكرني لما اتجوز هبقى مبسوطة اكتر فبدايت الجواز كان طيب واحنين وجدع معايا وحسستني بالامان والراحة فحبيت واتعلقت بي وقلت انا هقف جنبه بكل ما املك كفاية بس حنيته علي لما حملت في بنتنا زاد احساسي بالحب ناحيته لحد ما اكتشفت انه شغال سواء وانه مش مهندس الكترونيات ولا حاجة وكل اللي معاه معهد ما يسويش حاجة مفيش لا ارض ولا فيلا في المؤطم ولا يحزنون بس خلاص كان حصل حمل وكت فتحت صدري قصاد العيلة واتبهيت بي قصاد كل الناس ما كانش ينفع بعد كل ده اقول لهم على مصبتي السودة قلت خلاص هقف جنبه لحد ما يتصل حاله عشان بنتي اللي جاية في السكة ساعدته بكل حاجة يا سيلي ذهبي رصيدي في البنك كان معايا موبايل غلي بيعته وديته تمنه عشان بيتنا وحياتنا تستمر طب تعالوا بها نقف هنا نعلق على حاجة بسرعة اسماء رهنت على انه هيتغير ومعليش ما بقاش مهندس إلكترونيات وطلع سواق ما يقراش حاجة طب قررتي انتي تساعدين كنت يضمنا منين انه لكده بمعنى ما يجدبش تاني طب ما خفتيش ان اللي بدأ حياته معاك بكده يطلع وراه بلاوي تانية انت ما تعرفيهاش؟ او ممكن يورطك معاك حاجة؟ تعالوا نكمل بعد الجواز بفترة طلب مني انه يغير عنوانه على عنوان والدي سألته ليه؟ قال لي أصل عنوان والدك في منطقة محترمة ما فيهاش مشاكل وانا سواق وبعدي على كمين كتير والعنوان اللي فيبطقتي يخليني في سين وجيم كمناع منطقة لبش فكرت شوية وقلت وماله خلينا ساعده ان الشغله يبقى مستقر لحد ما خلفت والبنت بقى عندها سنة بدأت الالتزامات تزيد زي ما انتو عارفين مصاريف الأطفال لبن حفظات وقدوية بدأ يؤثر في المصاريف يرمي علي ابتدت أبيع حاجة في حاجة أو أسحب من اللي معايا وأقول معلش أهو كله بيتي وحياتي ده برضه في الأول والآخر أبو بنتي واللي زاد من الحمل ان والده جي عيش معانا قعد حوالي سنة بحجت انه ما بقاش في حد يرعيه كنت ببقى لابسه إزدال طول الوقت في بيتي وأقول معلش ده رجل مريض ومسن وكله بسوابه أعملي بأصلك يا أسماء واستحملت كتير وقلت ما ينفعش أهد البيت والبنت تتبهت لي لحد ما اكتشفت إنه ناصب على الناس في عربية ومش مخلص ورقها وبعدها اكتشفت إنه هو متهرب من كذا قضي وشوية بشوية اكتشفت إنه من اسماعليه وهربان منها عشان كده جي عيش هنا في القاهرة وبدل ما يراعي اللي عملته معاه ووقفتي جنبه وجنب أبوه اتجنن لما عرفت التفاصيل دي بدأ يورين لوشة تاني بقى كل شوية إلقى ده أبو يمدي إيده يشتمني قدام أبوه لما أبوي جيت دخل ما كانش بيعمله أي حساب وكأنه إنسان ملوش كبير طبعاً هو بدأ يعمل كده عشان اتكشف وعرفت عنه كل المعلومات دي بس السؤال اللي عايز أسأله من الأول هو أنتو ليه ما سألتوش عليه لما أهلك ما كانش متطمنين أبوكي ما كانش متطمن ما سألش عليه ليه لما حد يتقدم لحد منقوله طيب إدينا فرصة نسأل عليك الأول طب باباكي عمل كده ده أقل حاجة بنكشف على بطاقته يا أسماء ونشوف عنوانه ونسأل عليه تعالوا نكمل فضلت أكتم جواي وحاول المشاكل اللي بتقابلنا دي حاول أحلها على قد مقدر لحد ما تعبت وفي يوم قعد يتحايل علي إني أعمل قرد باسمي من أحد الشركات اللي بتدي قروض وقال إنه هو اللي هيسدد وإنه مش معقول يسجن مراته أم بنته وفقت خدت قرد بمئة ألف جنيه يتسدد على تنين واربعين شهر بعدها بشهرين عمل معايا مشكلة كبيرة تلكك لي نوع جبنا غلط جبته وقعد يقل لأدبه لحد ما جوم أهلي وإخواتي ودخلوا كنت بحاول في الأول إنه ما جبش سيرة لحد عشان مكسوفة مش عايزة مصبتي تتكشف قدام عيلتي بس في اليوم ده حاكيت على كل حاجة وإخواتي حاولوا يجيبوا لي حقي تاني يوم رحت أخذت عفشي وبعدها بيوم هو هرب واختفى من المكان اللي عايش فيه نهائي ما بقتش عارف له طريق بقى له دلوقتي ستة شهور لا حس ولا خبر ما بعتش ما بعتش البنته أي فلوس ولا دفع القرد اللي خده باسمي وعرفت بعدين إنه قال للشركة إنه مش عارف من صاحبة الحساب وإنه ملوش دعوة مع إنه هو اللي استفاد بيه مش أنا نفسي أرجع حقي من الراجل النصاب الكداب ده لإنه بيخلف ويرمي ده غير إنه بيستحل فلوس الناس وكل حياته كدب في كدب أنا نفسيتي تعبانة جدا كل يوم والدي يعيد ويزيد ويقول إنه ما كانش مرتاح له وإن أنا اللي صممت عليه وطبعا مش عارفة أرد ولا أفتح بوقي ومش عارفة ليه بيحصل فيه كل ده هل ده جزاء إني حبيت الإنسان ده قوي وقفت معاه زي أي زوجة بنته أصوله متربية قولولي أعمل إيه خلصت رسالة أسماء الرسالة بتكشف لنا نوع من الزكور مش رجالة ها كتب بس في البطاقة مستعد إن هو ينصب على أي حد حتى مراته ده لو ما كانش يعني ممكن يكون متجوزها من الأول عشان لقصدة حلوة ها جيب فلوس يبتشيل فلوس وعايز تجيبه عربية وبتاعه تحوش القرش على القرش طبعاً فرقشه معاه إنها أم بنته ولا فرق مع بيته نفسه تلكك عشان نوع جبنة عمل عملته واختفى وزي ما اختفى وهرب من حياة النصب عليهم كتير قوي اختفى من حياته وخلاص إزاي تجيب حقها حكاية خوفها يعني الست دلوقتي لما تلاقي الجزءها في ديئة تساعده ولا تسيبه تحاول إنه تصلح حاله زي ما بيقوله ولا تروح تبلغ عنه وتتجنبه وتمشي ولسا تجنبه يعني فاهم نتجنب بعضه ونمشي بس هل لما انا اكتشفت إنه هو نصاب ومش مهندس ونصب في عربية وعايز يحاول إنه يحاول عنوان بيتنا عليه وأبويا مش مرتاح له أكمل في أسئلة كتير قوي محتاجين نسألة بعد الفاصل استنوا قصتنا النهاردة عن أسماء اللي كان بتشتغل وبتكسب كويس بتحوش بتشتري ذهب تحط الفلوس في البنك عشان تجيب عربية لحد ما تقدم لها واحد كان بين عليه نوع طيب وبتعرف بنا وبن ناس قال لها إنه مهندس إلكترونيات عنده فيلا وأرض في المقاطم فرحت قالت هو ده هو ده العوض وباباها قاعد معاه وبس عرض عليه الجواز هو وقال لهم إنه هو مش مرتاح بابا قال له أنا مش مرتاح لما لها أسماء عايزة مصممة عليه وافق بعد الجواز ظهرت الحقيقة اكتشفت إن الجوزها مهندس الإلكترونيات مع معهد شغال سواء ناصب على ناس في عربية وهربوهم من بلده في اسماعيلية وعرفت ده وهي حامل بدل ما تروح وتقول لأهلها قررت تسكت خافت ليش ما توفيها قررت إن هي تسنده وتقف جنبه على أمل إن حاله يتصلح أنا تسحبت الفلوس مكتب محوشاها عشان تجيب العربية بدتاله بععت له دهبها طلب منها بقى إيه بقى تاخد قرد بمئة ألف جنيه وعادة إنه هيسدده بعد ما أخد كل حاجة فلوسها تكلها عمل مشكلة عشان نوعي الجبنة اللي هو بيحبه وهي ما جابتهوش ساب البيته هرب اختفى ودلوقتي أسماء مش عارفة ما كانوا بقالها ستة شهور وهي اللي شايلة من مسؤولية مسؤولية بنتها مسؤولية البيت مطلوب منها كمان هي تسدد القرد عشان كده منوّرنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هيني استشاري الصحة النفسية إزايك دكتور محمد إزايك يا ساني أبارك إيه الحمد لله والله إيه رأيك بقى في قصة النهاردة عندك كتير منصوب عليهم آه طبعا كتير جد طب هو الست ما فضت بقصيلة ولا تعمل إيه لا هو قصيلة محد نصاب اللي دخل الأصل طب بس ده جوزي ده أبو بنتي هو بص طبعا النهاردة عايزين نسمي الحلقة دي حلقة الاختيارات الغلط والتنازلات في المكان الغلط ده كل حاجة غلط اللي اتنين ماشيين معها كله غلط يعني احنا دلوقتي بنشوف أسمائها النهاردة عندها 26 سنة يعني أكيد وهي بتتجوز هي كانت لسه صغيرة في السن تمام إزاي أصلا إن إحنا لما حد دي يرتبط ببنتنا إزاي ما نسألش عليه بسعر إزاي بعد شوية أكتشف إن حد كان داخل يقولك إن أنا مثلا مهندس واكتشف بعد فترة معينة إن هو سواء بس هو قال إن هو مرتاح يعني هو قال قصدي وقال إن هو مش مرتاح ما هو مش قصة مرتاح واحد قال لها في الأول أنا عندي معرفش فيلا في المقاطة معرفش عندي إيه وإيه وإيه ده قصدي باباها قال إن هو مش مرتاح ما هباباها في الأول إن هو مش مرتاح وإحنا بنسأل إزاي على العريس حاجات كتير جدا طبعا بنعمل إيبقى يعني مثلا بنسأل على المكان اللي هو تربى فيه أو عايش فيه أو أهل وعايشين فيه طبعا ممكن أن نسأل في المكان مثلا أو المسؤول على العمارة أو كده يبقى عايزي رظيفة مش قصة المسؤول على العمارة قصة إن أنا لو عايز أوصل لمعلوم هوصل لمعلوم أسأل عليه فين تاني يعني ماشي مكان سكنه ممكن أسأل عليه باسمه وبطاقة وأشوف هل هو عليه أحكام ولا مش عليه أحكام ما دي على فكرة دي برضو كارسة من الكوارس ما يكتشفت في النهاية إن هو نصاب وخدع ناس كتير وعليه أحكام صح ولا مصح البنت هو واضح إن هو عمل لها طب ليه في عادات وتقاليد ممكن يشوفوا إنك تسأل بالبطاقة دي عيب أو فيه ناس بتتلكك لما يكون متقدمها هو أنا مش لازم أقول له إن أنا هسأل بالبطاقة بس من حق لا فيه ناس لما بيكون متقدم لي ويعرف إن إحنا سألنا عليه يعمل مشكلة بتسأل عليا بس أنا أقول لك حال الشخص الواضح الصريح مايفرقش مع حاجة زي كده يعني أنا ما زعلش لحد كان جي سأل عليا يعني لو كان جوزي قبل ما يتجوزه نوي يجي سأل عليا أو يسأل في الشغل أو 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 لا خالص طبعا ضربة نصهم وفتاعلش لحد يقول كلمة دي حاجات يعني حاجات أنا زي كده بعمل كده زي تحريات صغيرة بشوف الإنسان اللي متقدم لي ده ظروفه إيه نظامه إيه في شغله عامل إيه بيشتغل فين أهله عاملين إيه معاه هل هو ناصب على ناس ولا مش ناصب طب ما شوف مؤهله واحد دخل علي بقول أنا مهندس طب ما أهل لحاجة أشوف بطاقته مكتوف فيها إيه أشوف هو فعلا خارج هندسة ولا مش خارج هندسة ده في الآخر اكتشفت إنه هو حد مالوش أصلا علاقة بالهندسة وإنه هو ناصب على ناس كتير وإنه هو أصلا بس إزاي حد بمؤهلات متوسطة يضحك على واحدة ما في الناس 26 سنة معها فلوس كويسة وبتحاولش تجيب عربية دي واحدة دماغها شغالة وهي شغالة إزاي؟ بالكلام بالحني أي الستات بتيجي بالكلام الست بتحب من ودنها يعني ممكن يجي يقول لك المتنين يضحك عليها؟ آه يقعد يقول لها أنا يعني هي بص هو عارف كأنها مقترع أن باباها ما كانش موافق تمام؟ هو واضح أنه عمل لها غسيل مخ بالكلام آه أنا بحبك أنا عايز أعملك كل حاجة في الدنيا ده ممكن يخلي واحدة تعدي أهلها؟ آه طبعا لأنها حبيته حبيته إيه ولو قال لي كلمة الحلوين أقول لأنا أتحدى العالم كله وأنا وياك هي اكتشفت بعد فترة إيه يا سالي؟ إنه هو نصاب طبعا يعني النصاب ده يعني بيقعد مع الناس كده يوهمهم بحاجات والحاجات دي مش موجودة لدرجة أنه هو ياخد منهم الحاجة اللي هو عايز النصاب ده حلو الكلام آه جدا هو بقى دخل عليها بالكلام وهعملك وهكون سند ليكي وهكون وقف في ظهرك وأنا وأنا وعندي طموحات ووو هو في رجالة بتضحك عليها بالكلام برضو؟ في رجالة بتضحك عليها بالكلام طبعا طب الراجل مش بيحب بويدنه صحب يحب بمعنيه زي ما بيقول لا بس الراجل برضو بتأثر بالكلام طبعا وبني آدم في النهاية يعني الكلام الحلو يجيبه؟ الكلام الحلو الحنية يجيبه آه يعني إيه ده زي الستات برضو؟ بالزبط يعني بس ممكن تكون الستات درجة أكبر شوية آه يعني الستات لو أنت بتتخانق في وسط الخناقة وجيت قلت لها على فكرة بس أنت خاصة النهاردة قاودي هتسيب الخناقة معقولة وتنتبه للكلمة الحلوة اللي أنت أقول سأ أيوة ده بجد صح؟ بس دايما زي ما قلت لك كده لما فيه حد بيدخل هو واهم ما فيهن الفيلا والأرض؟ ما فيهن الحاجات دي؟ يعني ما هو قال لي هو عنده فيلا هل أنا مش هيخدني فضولي حتى أنا راح أشوف المكان اللي هاسكم فيه؟ ده طبيعي الفيلا اللي هعط فيها؟ ده طبيعي وغير كده كمان واضح أنها تجاوزت بسرعة واضح أنه كان بيعجل بتجاوز بسرعة ليه؟ عشان يمارس مسلسل النصب عليها ده يتكشف؟ طبعا عمالي يقنحها وهو كان عارف أن باباها مش راضي فعمالها يدوس معها النحية التانية وهنعمل مستقبلنا وهنعمل حياتنا فطول النهار تسمع منه كلام وشايفانه هو بقى شخص وفيه ناس على فكرة بتعتمد في النصب على المظهر طبعا ما بيقول لك شكله من ناس آه يعني تشوفي كده شكله من ناس يقولش السمح أو يلقيه كريم أو يلبس كويس وحاجات كتير كويسة لدرجة أنها ما كانتش متخيلا أن الشخص ده ينصب عليها طب ليه لما تخيلت ولما نصب عليها ما قلتش الأهل وهو فيه ناس تخاف من شاماتة أهلها آه هي طبعا وأنت مش حاس أن فيها علاقة غريبة في البيت ده أنه ممكن تكون عندت مع أهلها عشان قاله وحش فهي شايفا ممكن يكون أهلها ينفيه نمازج وشايفا أن أهلها مستقطرين عليها لحاجة وإنتوا عايزين تدوله أختي وأختي دي حسن مني مثلا فأنا لأ ده نجالي مهندس وإلكترونيات وعنده فيلا وعنده أرض وهتجوزه ممكن تكون القصة تلعبت كده ممكن تكون القصة تلعبت كده ممكن يكون البنت أصلا علاقتها مع باباها مش أفضل حاجة ومتعرفش تتكلم معي فلما صدقت فعايزة تدباها بقى أن أنا نجحت وكنت هجيب عربية وجوزت له هقولك ليه بقى لأنها لما تجوزت واكتشفت أنه هو نصاب وأنه هو ناصب على ناس في عربية وأنه هو مش مهندس كاتبة كده في الرسالة تقولك إيه أنا بقى تحددت وفتحت بقى سدل قدام الناس كلها وأن أنا إيه هقدر أغير هقدر أغير الشخصية دي الولد واضح أنه هو كلامانجي بطريقة كبيرة جدا ومؤثر بالكلام بطريقة كبيرة جدا لأنها بعد ما اكتشفت كمان ده خلها في دور إيه بقى آه في جنبي ما تسبنيش معلش أنا كنت عايزة وصلك وكنت عايزة بقتبقى موجودة معايا في يوم الأيام ولو كنت قلتلك على الحقيقة أنت كنت سبتيني ابتدأي عمل لها غسيل وخ تاني وفي الوقت اللي كان المفروض تنهي فيه العلاقة ما قدرتش تنهي يا دكتور هاجدك لا حاجة يعني هي راهنت على الكلام ده هو الناس لما بتراهن بتكسب ولا بتخسر لا ما حسب الشخص اللي أنا برأت في التغيير يعني لأنها غير بني آدم يعني ده بيشاف مخدرة أنا هقايره عشان بيحبني أنا أقوم المخدرات ده مش عارفة بيعمل إيه لا ده أنا هغيره وده بيقعد في القهوة مع صحابه ده هيتمنى يا يجي لبيته أنا قاعدة فيه اللي بيراهن على التغيير ده بيخسر ولا بيكسر بيخسر. ليه بقى؟ ليه؟ لأن الشخص من نفسه لو مش عايز يتغير مش هيتغير. ولا محدش بيتغير زي ما بيقوله. ما أنا بقى قولك هو. لو الشخص ده مش عايز يتغير عمره ما هيتغير. أنا براهن على إيه؟ براهن على حاجات. براهن على حد نصب. لا أقدر أنا خسراً طبعاً. ليه طب ما هو ممكن معايا الدنيا الأشياء تبقى معدن والفلوس. لا ما فيش الكلام ده أصلا. أصلا فيه حاجات اش ياخد بالك منها. أصلا النصب ده بقى جزء مهم جداً من طباعه. يعني ايه؟ هو بينصب هو صغير أصلاً. ولما جي تجوزها بيكمل مسلسل النصب. وهو كان داخل وشاف إنه معاها فلوس وعايز يسيطر على الفلوس دي. بس بترى يقولك إيه طب ما تعالي أن تجوز. طب عارف من إنه معاها فلوس؟ هو باين عليها طبعاً. واحدة بتشتغل. باين عليها أنا بحاولش نجيبها فلوس. إيه الهدف المعاين؟ لما اكتشفت إنه هو مش مهندس وإنه هو سواء. ابتدى يوجهها إنه هو يجيب منها فلوس. هو النصب ده ممكن ينصب على أم بنته أو على مراته أو على أهل بيته؟ ينصب على نفسه. يعني إزاي النصب؟ بالله ما بهرج. يعني ما لهاش علاقة بأم بنته ولا بتاعه. هو كان متجوز الشخصية دي من أجل مصلحة يا سالي. عايز مصلحة. عارف إنه ممكن يكون معاها فلوس بتشتغل وبتاعه ما عرفش إيه. وفيه ناس كتير بتعمل كده. وجايب بابا وقاعدين بابا. أنا 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 يعني فيه حتة كده في القصة مهمة جداً بتبان مدى تأثير هذا الشخص السلبي ومدى إقناعه بالكلام. لما اكتشفت كل البلاوي دي عمل لها غسيل مخ لها تكمل. شفت الكارسة؟ إزاي؟ يعني إنت اخترت غلط خلاص. واكتشفت بعد فترة معاينة إن الشخص ده سيء جداً ونصاب. فيه ناس بتعالج الغلط بغلط أكبر منه. إن أنا أكمل في الغلط. طيب أنت خلاص اكتشفت ده. عودي مع باباكي. إيه المشكلة باباكي كان مش مرتاح أو مرتاح؟ هو مش هيلومك. بس أنت أنقصت نفسك. أنت غرست نفسك أكتر. أغلبية الستات المنصرية متبقاش عايزة خراب البيت. وأنه بنت تتربى بعيد. وأنه الناس تشمت فيه. مش عايزة بقى مطلقة. هو ممكن يكون استغل ده؟ هو استغل ده؟ استغل ده اللي هو إيه؟ ما نفعش إنها تتطلق. ممكن يكون على فكرة متصرع إن هي تبقى فيه حملة على أساس إن هي تمسك فيه أكتر وما تتنزلش عنه بسهولة. يا خبرة بيضاء دي كانت خطة. طبعا لأنها لو ما فيش أطفال. طبعا لك حبيته أكتر لما عرفت أن أحمل منه. آه لو ما فيش أطفال هي ممكن تخرج من العلاقة بسهولة. لكن هي في دلوقتي فيه طفلة فهو كان أكيد كان مسيطر على الحتة زي ديني هو بقى فيه طفلة. ليه بقى؟ عشان يقعد يقول لها بنتك وحياتنا وما تسبيش الدنيا عشان يكمل مسلسل النصب اللي هو شغال فيه. بدليل إنه هو لما البنت تولدت ابتدى بقى دخلها في حتة تانية. طبعا خد كل الفلوس اللي معاها وخد كل الدهب اللي معاها. ورحمة دخلها في حتة إيه تعالي بقى نعمل قرد بمئة ألف جنيه على أساس إنه هو يكمل مسلسل النصب. ومين اللي بتسد القرد دلوقتي؟ هي اللي بتسد القرد. لأ دي تنازلات وتضحيات ملهاش لازمة. أنا اكتشفت من البداية إن الشخص ده لا يستحق التنازل. بتنازل ليه؟ اكتشفت إن الشخص ده نصاب. بتنازل ليه؟ طب هي زعلانة دلوقتي عشان القرد ليه بتسدده ولا عشان بتحبه مأهورة؟ هي زعلانة على نفسها. ولا بتحبه؟ لا لا هي مع الوقت المشاعر الحب دي بتتحول إلى مشاعر جفة وكر. هي زعلانة على نفسها إن هي في سن صغير زيادة. فعلا في حاجة اسمها الحب بيتحول لكر؟ بيتحول لكر. من كتر الأذى النفسي بيتحول لكر. بجد؟ والمشاعر دي بتتحول لكر. يا موك أبقى بحب حد أكرهه بجد؟ آه ليه بقى؟ على مدى الأذى للشخص ده أزهولي. آه يتحول لكر. وفي ناس كتير كانت بيتموت في ناس وبتعشق ناس. بس من كتر ما تقذت من الناس دي تحولت المشاعر دي إلى كرة. أو تحولت المشاعر دي إلى جفة. دي كنت فاكر أنه عادي يبقى يوتر يعني. لا لا مش عادي خاصة. ولا بحبه ولا بكرهه بسكره. بس هو الولد ده فاهم نقطة الضعف اللي موجودة عندها. آه طب. البنت دي واضح إن هي بتيجي بالكلام وبتيجي بالحنية. آه. فبيقعد يستدرجها ويقلب الشخصات الثانية اللي هي بتبدأ يستقطب منها. بدليل إن هي بعد ما اكتشفت كمّلت. يعني هي اكتشفت كوارث. انت بتتنزلي. طب هو ليه زعل عند نقطة إن هي عرفت إن هو كان ناصب على الناس في العربية. يعني هو ليه دلوقتي زعل. ما هي اكتشفت إن هو معهد وكمّلت. اكتشفت إن فيش بيلا وكمّلت. ما فيش أرض وكمّلت. ليه يا أخي لما عرفت إن أنت كنت سكن في اسمه عليها وناصب على الناس. وخليتك تكتب عنوانك على عنوان. كل يوم حلوة قوي حتة إن هو قال لها إيه. أنا عايزة أغير العنوان بطاقتي على بيت أهلك. وده عادي. لأن بيت أهلك في مكان نظيف أصلا إيه. بشتغل بعدي بالعربية على الأكمنة. في يعني أصلا بيبصوا على ما دي برضو من أحد مسلسلات النصر. هو بص. ليه بقى يعني دي مسلسلات النصر. هو ليه بقى على حتة إيه. عنوانه يعني. لحد عايز يعمل له قضية. ما هو أكيد. أكيد العنوان اللي جاء على البطاق بينزل في تنفيذ أحكام مثلا. فهو عايز يهرب الناحية التانية وغير عنوان البطاق عشان محدش يوصل له. يا خبرة. ما هو بيهرب. خلاص بقى لأنه بقى له فترة بيمارس النصر. خلاص مكانه بقى معروف في السجل. فأبدأ أغير بقى وهرب. واشتغل بشخصية جديدة. علشان أبعد عن ده. علشان محدش يوصل له. هي لحبة. هي لحبة شغالة. القصة كلها أنه هو أقناعة. كذا قناعة شغالة. هو استغل حاجة. ودي الغلطة اللي وقعت فيها أسماء. أسماء من البداية. باباها ما كانش مرتاح للارتباط ده. هو أقناحها الناحية التانية. إن أنا هعواضك وعملك حاجات كتير. فابتدأ ياخد أسماء أكتر من أهلها. وينفرد بيها. ويأثر على قراراتها مع نفسها. ويقول لها دي حياتنا. محدش عرف عننا حاجة. وما تحكيش لحد. ولما أسماء طبعا جدت اكتشفت أنه هو نصاب. هي ملهاش عين تكلم أبوها. فابتدأ هو يسيطر برضو. ويستغل وجودها لوحدها. وينفرد بيها. بداية اللي هي اكتشفت كوارس وما زالت إيه مكملة. هو استغل الفجوة اللي كانت مبين أسماء. والدها. وسحها أكتر. وبعدها أكتر. وابتدأ يقناحها ما تحكيش لحد. هو فيه حاجة في العلمة مربوطة بإحساس الأم والأب. وأنه فعلا بيبقى حقيقي مليون في المية. يعني فيه حاجة علمية تقدر تثبت كده. هي مش حاجة علمية. هي حساس الأم والأب نابع عن الخبرة. ليه بيطلع صح يا أخي؟ ما هو نابع عن الخبرة. منين؟ الخبرة الناس دي أكبر مننا في السن. الناس دي تعرضت لمواقف كتير في الحياة. وعرفتم من هو بيحبني. وإنما بيحبني. يجيلك ده ما بيحبكيش. ما هو ما هو الناس شافت بالخبرة. قاعد كده باباها ده ممكن يكون من العمر مثلا قدر معين. قاعد مع الشخصية دي. فاهم إن الشخص ده بيحور لما بيحورش. البنت لسه كانت في الوقت ده كانت حوالي 24 سنة. ما عندكش ما عندهش خبرات. فلما تقعد مع حد بيقولها كلام مع سؤولة. هتصدق. فالأب والأم عشان كده دايما بقول إيه؟ فيه ناس يقولك إيه أنا برفض كلام أبوي يا أم. لا ما ترفضش. اسمع لإن أبوك وأمك بالكلام من حكم خبرت أم في الحياة. هم تعرضوا لحاجات كتير وظروف كتير. وقفوا على رجلهم كتير. طب هو ليه هنا في القصة رمته بيتها. يعني زي ما بيقولوا. ليه أنت عملت كتير؟ مش قصة رمته بيتها. جزء استغل إن هي العلاقة ما بينها وبين باباها متوترة. هو قدر إن هو يبعدها أكتر عن باباها وياخدها اتجاهه. ليه بقى؟ عشان هو لما ياخدها اتجاهه ومحدش هيلعب في دمخة. فهو من مصلحته إن أسماء دي ما يكونش حواليها أهل. عشان أسيطر عليها أكتر وطلع منها لن عايزه. طب وبعدين أروح متخرق معها على الجبنة. هو إيه خنقت الجبنة؟ لا. وفكري بتخرقنا عشان ما جبتلوش نوع الجبنة بتاعه؟ ليه؟ دي تلكيكة بقى ليه بقى؟ هو دلوقتي خد من أسماء كل حاجة هو عايزه. هو كان عايز يخلع يعني؟ هو عايز يخلع. هو دلوقتي ممكن يكون على فكرة فيه أواضل ظهرت له تانية كتير. فهو ابتدى وجوده في المكان دلوقتي بقى خطر. فهو دلوقتي عايز يهرب بس هيرب بطريقة إن أنا زعلان وبتاقه معرفش شيء. بس هو أكيد ناصب على ناس كتير وأكيد الناس دي بتدار عليه. طب. فابتدى يعني يخلق مشكلة. والقرض اللي كان موجود ده بتاعه لأنه كان وعده إن هو يدهولها أو أو أو. فابتدى ينصب لأنه هو خلاص شايف إن هي استنفذت كل الماديات اللي موجودة معاها بدلين هو دخلها في قرد. فشايف إن وجوده هو ضغط عليه. فابتدى إيه؟ يهرب. ويكمل مسلسل الناصب في أماكن تانية أو يكمل مسلسل الناصب في حاجات كتير. وفيه ستات كتير اتعرضت الحتة دي. طبعا. تتجوز شخص مجهول المصدر ومجهول هوية تخلف منه ويسيبها ويمشي ويكون ناصب على الدنيا كلها. وهو يلف في حياته في المجتمع كله وكان ناصب. وهي عمرها ما هتعرف يعني. وهي عمرها ما هتعرف عشان كده بقول إيه؟ طب هل. الناس تسأل. تسأل طبعا. هل الست لو رفضت وجود أم أو أب الزوج وأن يطرعاهم تبقى ست مش أصيلة؟ لا ملهاش علاقة لا. صح. لا لا خالص. يعني ده مش واجب ومفروض علي. لا خالص. ولا عددتنا وتقاليدنا. لا ملهاش. ولا أفضل عدد بالإزدال. ما هو ده مفروض أنا بقاعدة حرة في بيتي. الست لو بتعمل ده هي بتعمله كفضل وعدل منه. يعني. فضل وليس فرض. اه. مش فرض علي. هي بتعمل ده هي عايزة تساعد ما فيش مشكلة. مش معنى الراجل ما بيتقبلوش. إنه مثلا يصرف على الأم أو الأب بتوعي الست ساعتها. هو مالوش ضعب القصة دي. بس لو الست بتعمل ده ما فيش مشكلة. إنه هو لو رفض إنه هو يصرف على أمها وأبوها يبقى مش أصيل. ما هوش علاقة برد. شكرا. أنا لازم يعرفين بقى. إيه الفضل. وإيه الفرض. لأنه فيه ناس بيتفرد عليها حاجات. ويقولك لا. ده هيك أي. أنت مش أصيل. أنا بتجوز. الأصل ده في بيتي. أنا مريش دعوة بالأطراف الخارجية اللي برد. يعني عايزة أعمل وعندي صحة. إن أنا أعمل أعمل. ما فيش مشكلة. بس في نفس الوقت ما أنا بعمل ما أنا محتاجة تأدير. يعني الزوج ما يقفلش من مراته نفسيا لما كانت ترفض حاجة زي دي. أو ممكن يعاقبها مثلا زي ما احنا بنقول بالصمت العقابي. أو إن هي ما رعيتش مامتو. كانت ممكن ترعيها وإن هي ما رعيتش بابا. ويفضل قافل منها وما يقرب لها أش. ولا حتى علاقة زوجية ولا يتكلم مع عينها ولا. دايما بيحصل نفسيا من العقاب. المواضيع دي ما لهاش علاقة خالص. هي السيدة بتبقى ملزمة ببيتها. هي عايزة تعمل قطر ألف خرة. مش عايزة تعمل أنا ما هدش البيت بسبب ظروف خارجية. طب ما ده اللي بيخلي البيت إن هي دنيا طبوز. لأنه بيبقى فيه مجود معمول في البيت. وهي عايزة تعمل مجود بره بس ما بتقدرش تعمل ده. فبلاش ندخل الأمور كلها ببعض. وبعد ما عملت كده إزاي أبو ده ما لهوش كلمة عليه. يعني معانيته إنه أب كويس وكده. الأب كويس ده يخلف نصاب. يعني تفتكر أبو ده ما يعرفش إنه نصاب. ما هو أكيد أبوه بتدى يسمع. وابتدى بقى فيه كلام بتدى يتقاله وحاجات كتير جدا. خد أبوه يرب. بس عايزة أقولك حاجة هو ممكن الأب يكون كويس جدا جدا جدا. وممكن الإبن طالع منحرف وعنده ميول إنحرافية ونصاب. ملعاش علاقة. ما يخلق من ظهر الفاسد عالم أو العالم فاسد؟ طبعا أصل حتة الميول إنحرافية دي. الشخص بيكتسبها من المجتمع. يعني ممكن يكون في بداية مرحلة مراكده كده هو شخص عدواني. عايز يفكر على حاجات فيها خراب. عايز يضحك على ده وياخد منه حاجة. ممكن حد يبقى عنده ده السرقة يميد إيده على حاجة. مثلا هو مش لازمه بس يميد إيده على حاجة. فابتدى يتكون فلما لقى الدنيا بتمشي معاه. ولقى أن الدنيا عادي بيجرب النصب وبيكمل لإنه بيجيب فلوس بسهولة. طبعا. ومرة في مرة في مرة وعلى فكرة أغلب الناس النصابين ناس شيء جدا. وفي الكلام مرسوم جدا. ليه؟ لأنه أقنعك أنه يطلع منك. دايما يقول لك طول ما فيه طماعة فيه نصاب. أكيد طبعا. يعني أنت بتطمع في المكسب وعايز وعايز وعايز. أي بقى فيه نصاب اللي هيدحك عليك. زي ما ربنا خلق الإنسان وميزه بالعقل والحكمة والتفكير. فيه نوع من البشر اللي هو المخادع والنصاب والمنافق. ما ديه آيات المنافق. إذا حدثها كذب. وإذا أخلق. طب هي كانت طمعانة فيه بقى؟ فيه الاستقرار. ولا في الفيلا. فيلة إيه ولا. وأرض المعطم. لا لا لا. وإنه مهندس وحيصرف على البيت كويس. على فكرة عايز أقول لك حاجة. هي من الأول هي مديا كويسة. وكانت بتشتغل في وظيفة كويسة. وهي إنسانة عايزة تعمل حتى صغير كمان. وكانت عايزة تجيب لي نفسها عربية وتعمل حاجات كتير جدا. بس يعني لما سمع إن واحد عنده فيلا وعنده أرض وعنده 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 وعنده. على فكرة ما بتحسبش كده بدليل إنها ما تجاوزتش في الفيلا أصلا. هي سامعت بس وخلاص. بس كون إنها تشوف الحاجات دي ما تجاوزت. يا أخي هي موجودة. بس هي بقى أحسن من بنات خلاتي. لا. بنات خلاتي عارف تجاوزه بشبكة بكام؟ هي على فكرة. بيعملوا كده ساعات فيها. أقول لك حاجة. مش شخصيتها كده. لو شخصيتها كده كانت قبل ما تتجاوز كانت نزلت شافة الفيلا فيها. وكانت طلبت نهاية تسكن في الفيلا. يعني ما كنتش طمعها؟ خالص. هي كانت بتبحث عن الاستقرار كزوجة إنها تتجاوز. وتفتح بيت وتستقر كأي بنت في الدنيا. وده اللي كان هدفها. بدليل إن هي لو كان ماشي ورا الفيلا أو عايزة تروح تقعد في الفيلا. كانت قليت له نسكم فيها أو نقعد فيها. طبعاً أوريه هالي أقل حاجة يعني. كأي بنت محترمة. كأي بنت محترمة. عايزة تستقر وتتجاوز. وبيت يبقى فيه مودة ورحمة. ويبقى فيه استقرار وتخلف. لكن وقعت في إيد فخ يشخص نصاه. الوقت اللي هي فيه دلوقتي هي زعلانة على نفسها. زعلانة على الوقت والطاقة والمجهود والمشاعر والحب اللي اديته لشخص ما يستهلش. أسماء عالجة الغلط بغلط أكبر منه. يعني أنت اكتشفتي وربنا نور بصيرتك. وقال لك إن الشخص ده مش مهندس طلع سواء. وقال لك إن الشخص ده نصب على نصف عربي. وربنا بيلك الحقيقة قدامي. المفروض إن أنت كنت تتفكري للخروج الآمن من هذه العلاقة. ما هو الخروج الآمن من هذه العلاقة؟ إن هي تخرج من حيات الشخص ده تتطلق. ما تعودش مع نصاب. هو كمل المسلسل النصبة عليها. وليعف ودنها وعملها غسيل مخ. وخد منها طبعا الفلوس اللي كانت معاها وخد منها الدهب. وخليها تعمل قرد مئة ألف جنيه. هو كمل المسلسل ده. وهي دخلت فرهان زي ما أنت خسران. تأصدك إنها ما كانتش خسرت كل حاجة. عالجة الغلط. إنه أنا خسرت فلوس عربيتي خسرت دهبي. كمان خدت قرد. وبقتر إنه أنا سدده. وكان قصدك إنه هو خروج الآمن اللي هو من أول ما أنا خسرت فلوسي أو فلوس عربيتي خلاص. مكانش أزمي بقى لنا القرد كمان. صح؟ أنا اكتشفت إنه هو نصاب. واكتشفت إنه هو مش مهندس. واكتشفت إنه هو نصب على ناس في عربية. واكتشفت إنه هو من إسماعيلية وعليه أحكام. طيب. دي كلها حاجات اكتشفتها. أنا أكمل ليه؟ أنا أمشي أعمل خروج آمن. حيث تبقى إنه أنا أقول بواجه بقى وبتحدى الناس إنه هو تغير. ما فيش الكلام ده. طيب. هي بعت في الرسالة. أنا عارف إنها زعلانة على نفسها. وزعلانة إنه هي. تتعافى إزاي بقى وهي زعلانة. دلوقتي تخرج إزاي من الأزمة دي. دلوقتي. هي دلوقتي عملت كرد بمئة ألف جديد. ونصب عليها وهي اللي بتسدد الكرد. والقانون اللي أحمي مغفرين. وهو مشي. طيب. على فكرة يا أسماء هو هيظهر تاني. ليه؟ عشان يكمل مسلسل النصب تاني. ينهر أبيض. وهيظهر تاني بحجة وبطريقة. يشغل العاطفة عندك بيها. هيتحبس. ومعلش. وسمحيني. وأنا ما كانش قصدي. وأنت المفروض توقف جنبي. وأنت أم بنتي. وقف جنبي. وعملي. وهياخد منها حاجة تاني. وهيتكل على الله. خلي بالك من النقطة دي. أنا عربي. طيب شخص زي ده. بكل الصفات دي. لو رجع. ترجع له تاني. لا. تتطلق؟ المفروض أنها تتطلق. ما خلاص ده واحد. تأمار تقولي كده في البرنامج. لا. ده إحنا في حق. إحنا النهاردة. في كارسة. يعني المشكلة اللي إحنا فيها دي النهاردة. تكسب كل مقايقة. ودمرها بكل حاجة. يعني أنا عايز أليك سؤال. البنت دي. لو ما هربتش من التجربة دي. البنت دي هتتضمر. وعلى فكرة ده هم دمرها. يعني إيه. ما هي ضاء. هي واخد الكرد بإسمها. يعني هي ملزمة بمئة ألف جنيه تسددهم. ده غير إن هي بتصرف على بنتها. ده غير إن هي نفسيا دلوقتي. ده غير إن هي نفسيا دلوقتي في حالة سيئة. ترجع فين يا سالي؟ هختم معك بقى تقولي بقى هي تتعافز زي من هذه الحالة السيئة اللي فيها نفسي. رقم واحد لو الشخص ده ظهر تاني عشان يرجعها ما ترجعش. لأنه هيكمل الأذى تاني. وهيكمل النصبة عليها تاني. مش عيب إن هي تقولي أهلها على فكرة. أهلك سنديك هيقف معي. وعرفوا خلاص. واباها رايحة واتجيب. ما فيش مشكلة. هي كانت المفروض تعرفهم من الأول. الحاجة التانية كمان هو طبعا حتة الفلوس وبتاعه. ماشي أنا عارف إن أنت ملزمة تسد الفلوس. ما فيش مشكلة هتقف على رجلك. وهتشتغلك. ويبقى معاك فلوس. وهتسد الفلوس ما فيش مشكلة. الإنسان لازم يتعلم من التجربة. ربي بنتك كويس. وقف على رجلك. وساعد نفسك. وخرجي الشخص ده. حتى يعني لو كنت لسه بتحبيه. الشخص ده لا يستحق الحب. الشخص ده مؤذي. الشخص ده هيستغل الحب اللي أنت بتحبه له ده. كنقطة ضعف بالنسبة لك. استعودي ربنا. وقف على رجلك من أول جديد. وقف على رجل الحتة دي أنه هيظهر تاني فتبقى عامل حسابها. هيظهر. شكرا. نورتني يا دكتور محمد. ربنا خليك يا رب. ربنا خليك يا سيد. استنونا بعض الفاصل. لسه في كلام كتير لك يا أسماء. ولكل أسماء افتكرتني بتعمل كده عشان أصيلة. لا تعالين نتكلم بقى. عايزة أقول لكم حاجة ممكن تلخص اللي احنا فيه النهاردة في قصة حقية. فيه مثل كده أمريكي بيقول إيه بقى. تخدعني مرة يبقى عيب عليك. تخدعني مرتين يبقى العيب علي أنا. والعلم معترفين به هناك جدا. يقولك هتتضحك عليك مرة أول غلطة. مرتين لقد أنت بقى زبون تعالى. بس اللي يجرب طعم الكذب وتغش من حد هيفضل مكمل معاه. لدرجة أن هو يضحك عليه تاني وتالت من نفس الشخص. تعالى أنت زبون. تبقى المشكلة فيه هو. مش في الشخص الكذاب اللي ضحك عليه. وده اللي يتألف حكايتك يا أسماء. اكتشفتي أن الجزء سواق مش مهندس. كان مفاهيمك كده. وإنه لو عنده فيلا ولا أرضه في المقاطم ولا أي حاجة. يبقى نصب على ناس كتير. ما خدتيش موقف ليه يا ماما. ده كان الحق كله معاك. ما دخلتيش أهلك ليه. جوزتي واحد نصاب. عرفتي أنه نصاب. وكملتي معاه. عشان ما تقوليش لأهلك ويش متوفيكي. الناس هتقول إيه. الناس هتقول إيه. بعد ما كان معاه. ده كان مهندس. راهي أنت على أنك تغيريه. المثل أيضا غالباً هو أمريكي شاير برد. وتقولك I can fix him. خدت شيء صلحت شيء ما تصلحش. هيتوب على إيدي. ويبقى إنسان صالح. إحنا هنا في البرنامج. على قد ما بنحاول إن إحنا يعني ندور على مليون حل بعيدة عن الطلاقة. عمرنا ما قلنا لحد الطلاقة إلا لو كان مدمن أو أو أو. يعني لو كان فيه خطر على حياتها. بس في حالتك بالذات. تيّق لي تيّق لي. وأنا هقول رأيه ومعرفش. ده يبقى من رأيك ولا أ. بس هو الطلاقة هو أنسب حل. أنا بفكر معاكي بالعقل. مش بالعاطفة. لأن الكذب هو أسوأ صفة ممكن تبقى موجودة في الإنسان. اللي بيجذب كتير يعمل أي حاجة. الكذب ده مالوش دين. مش دين مالوش أخلاق. لا بيلتزم بكلمة. ولا بيعلم ولاده حاجة حلوة. وهيطلعوا في آخر كذبين زيه. هتلاقيها النصابة صغيرة ماشية. شخص كذب نصاب مؤذي. اللي زي ده ما بتغيرش ها. الشخص المؤذي عمره ما بيقتنع إنه مؤذي. ولا ضميره هيقنبه. ولا ضميره هيوجعه. مش هيحس باللي وجعهم. إحنا في مصر عندنا حالات وقضايا كتير معروضة. قدام محاكم الأسرة. في نسبة مش قليلة من الستات طالبة الطلاق. لأنهم اكتشفوا بعد الجواز إن الزوج كتب. يعني كدب عليهم. كتبوا له حاجات. هليني أقولكوا كتبوا له حاجات بإسمه. وفي الآخر طلع إيه نصاب. كدب عليهم بقى في شهدته وفي شغله ونو كان متجوز قبل كده طلع عنده عيال. واللي كدب عليه بقى في أصله ونسبه أساسا. واللي كدب هو مخبي إنه مريض أو غير قادر إنه هو يتجوز أو غير قادر إنه هو يخلف. كلما الست بتسكت عشان بتبقى خايفة على شكلها قدام أهلها وصحابها. وخايفة إن الناس تشمت فيها. بتحاول كده تمشي ليلة زي ما بيقولوا. كلما بتخسر أكتر. أنا مش بلوم على أهلك يا أسماء إنهم حتى ما سألوش عليك كويس. بس بقول حاجة إنه. إنه أنت كنت مش مرتاح كأب. مش هلوم عليك عشان ضميرك إنه بكش أكتر من كده. بس ده كان أقل واجب تعمله على فكرة. أكيد دي إشارة مهمة خلي بالك هم بيحسوا أحسن مننا مليون مرة. بس برضو. الكلام كان لازم يكون مبني على منطق. المفروض نسأل. نسأل عليه في كل حتة. نحن نسأل عليه في شغل. نسأل عليه في منطقة سكنه. نسأل عليه صحابه. نسأل عليه جرانه. نسأل عليه الناس اللي دارسته حتى هو صغير. نسأل عليه الناس اللي كان معاهم في الكلية. ده إحنا بنعمل كده. ما يعني إيه؟ لو كنا سألنا كنا هنعرف حقيقة الراجل ده. النصاب ده. ده إنتي عرفتي بالصدفة. طب نعمل إيه دلوقتي خلاص كفاية تقنيب بقى إحنا مش جايين هنا نجلت في قصة حياة. هم نيجي نحل. كل اللي في إيدك دلوقتي. أن أنت تركزي في حياتك اللي جاية. وتربي بنتك ها. ترجعي تاني لشغلك ومستقبلك. أكيد مصدومة وموجوعة. وأنا مقدرة ده. بس تعلمتي. خدتي درس. خدتي خبرة. محدش تعلم ببلاش ها. تركزي في حياتك. بسمعتي معانا كمان نصيح دكتور هني. اللي بيفكر أنه ياخد حقه. وهو أصلا خسران بيخسر أكتر. افتكري الكلمة دي. سيبي حقك لله. بينك وبين هو ربنا. مش حاجة تانية تعمليها. وخلي بالك. كل اللي حصل ده كان بمزاجك. هو مغصبكيش على حاجة. هتقولي ده جزائي. جزائك أن أنت ما تعلمتيش مرة واثنين وعشرة. جزائك أنك كان لازم أول ما تشكي أنه في حاجة. وقفي. ما بقولكيش أن أنت تقلبت ربيزة. بس برود كان هو الحل. لا معيش. لا مش أقدر أخو القرد عشان ما ينفعش. لا ما قدرش أسدده. أي سدده هو. شوف حد بقى من عنده يسدده هو. أنا ما قدرش أعمل كده ده أنا بابا. يدبحني. كان لازم نعمل كده. وبالأدب والزوق والحنية واللين. ربنا يصبرك. ويا رب تكوني تعلمتي درس. وما يبقاش درس جامد قوي عليكي. بس يعلمك في حياتك اللي جاي. وعايز أعرف مي اللي حصله زي أسماء. سمعوني كده. هم بيربونه على إن الست تقف جنب جزها. وتعمل 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 وتعمل. إلا في حالات إيه؟ بعتوا لنا وقولوا لنا في قصة حيائية. وهستنيكم في قصة جديدة بس تكون حيائية. باي باي.